أنا حتكلم عن التحدي الأول، التحدي اللي هو مقاومة الأرشيف أنا مش عارف هل إحنا عندنا المرض ده كمصريين يعني ولا إيه لأن أنا من أول ما دخلت الصناعة دي أما جيتها تعلم فما لقيتش كتب تعليمية من أساتذة صناعة سينما أنا عشت معاه أو رحل وأنا ما عشتش معاه ما فيش الخبرة بتاعتهم لم توقع في كتب فأنا عن إيه سأفهم الحكاية دي هو إحنا أنا عايز أفهمها هل بنقاوم التراث ولا بنكسل ولا عايزين نحفظه ولا عايزين نحفظه وبنقاوم الإرادة دي في نفس الوقت يعني إحنا لغاية دلوقتي ما عندناش أرشيف سينمائي اللي هو سينما تك ما عندناش إزاي وإحنا من أقدم الصناعات اتحاد الإزاعة والتلفزيون ما عندوش أرشيف يا للهول لأن الأرشيف بتاع أي محطة تلفزيونية أو قناة تلفزيونية هو رأس مالها وبدونه لا رأس مال لها السؤال بتاعي دايما هو إزاي ما جاش على بال القائمين عن العمل أرشفت المنتجات اللي هم عملوها فأنا بقيت مهموم بحكاية الأرشيف السينما تك بالنسبة للسينما بعدين جات فكرة خالد الفكرة طلعت بسيطة في الأول إنه هو إيه عايز يعمل لنا أرشيف بصفتي أبوي يعني وبعدين هو عشان بيشتغل في الشغلانة دي من قبل كده وزمان وفاهم فابتدى يتطلع إلى أبعد من كده بكثير إنه وليه لأ ما أعملش لزميله وصحابه نفس الأرشيف يبقى في حوزتهم يبقى عنده يبقى مجمع ما يعدش يدور عليه عشان يجيبه يعني أنا ليه تجربة مع أنا حاولت أرشيف طبعا بس فشلت الكباق المصريين اللي عندهم مقاومة للأرشيف يعني المرض دا عندي بس عايز أتخلص منه لأن المثل بيقول من فات أدي مؤتاه اللي هو مثل حقيقي جدا من فات أدي مؤتاه مالوش أصول بيستند إليها تبقى سند ليه في الفعل الحالي مش إنه يعبد تراثه لأ ما بقولش ما بقولش عبادة التراث بس بقول إنه يبقى محفوظ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر